موسيقى للعمل التطوعي والذي تقيمه بلدية المدينة حيث يأتي هذا المخيم ضمن فعاليات مهرجان وين عرمالله والذي يهدف إلى تجميع الشباب الفلسطيني على اختلاف أماكن تواجدهم على أرض المدينة ها هم يستعدون للانطلاق بفعاليات المخيم شغلنا هنا أعمال التطوعية في أماكن مختلفة في مدينة عرمالله ترميم تعشيب زراعة أشجار رصف شوارع في مختربين اللي هم فلسطيني الأصل لكن مختربين في عندك من إسبانيا في عندك من إيطاليا الهدف من هذا المخيم اللي هو التقارب إيش اسمه نتوركين يعني التشبيك بين الشباب يتعرفوا على حضرات أخرى الثقافات المختلفة في عندك كمان نعرف العالم الخارجي على ثقافتنا الفلسطينية بلدية رامالله والتي تقوم بالإشراف على العديد من الفعاليات المشابهة لهذا المخيم الذي سيستمر حتى نهاية هذا الشهر سعت إلى غرس مفهوم العمل التطوعي في نفوس الشباب الفلسطيني وإلى تعزيز الروابط الاجتماعية والأخلاقية والقيم الإيجابية بين أبناء المجتمع وتعزيز انتماء المنخرطين في العمل تجاه العمل العام وتعزيز التواصل والتفاعل الحضاري والإنساني بين شعوب العالم والشعب الفلسطيني بلدية رامالله إلى أقامته بالتعاون مع النوادي والمراكز التطوعية والشبابية الموجودة بالمدينة الهدف منه هو أحياء وتكليف العمل التطوعي في مدينة رامالله والعمل على مشاريع متكاملة مرتبطة بالبنية التحتية ومشاريع مجتمعية إلى آخره كذلك يشكل هذا المخيم الدولي التطوعي والذي يشارك فيه أكثر من 150 شابا وشابا فرصة للتبادل الثقافي والتضامن مع الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى إنجاز أعمال هامة في مجال البنية التحتية في مدينة رامالله مصطفى الخواجة تلفزيون الكدس رامالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة